اشتركوا في القناة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني شكل مفتاح زيارة الحرير لقطر التي تدوم يومين فرئيس الدبلوماسية القطرية كان قد عاد قبل يومين من طهران حيث اجرى محادثات وصفت بانها شاقة مع نظيره الايراني محمود ضاريف واذ تكتمت مصادر بيت الوسط على مجريات زيارة الحرير لقطر وما يمكن ان يليها من محطات اشارت الى اللقاء المنتظر اليوم بينه وبين امير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني حيث ينتظر ان يستأنف خلاله البحث في القضايا التي اثيرت مع نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطرية بالاضافة الى البحث في ملفات سابقة كانت قد طرحت خلال زيارة الاخير لبيروت ومن بينها شكل المساعدات الاضافية التي تنوي قطر ان تقدمها في المجالات الانسانية والطبية في مواجهة كورونا واعادة اعمار ما تهدم بفعل انفجار المرفأ علما ان قطر تتريف في خروج مساعداتها عن هذين الاطارين قبل تشكيل الحكومة الجديدة بحسب ما ذكرت الجمهورية وعلمت الصحيفة ايضا ان الحريري وبعد زيارته لقطر سيتوجه مجددا الى دولة الامارات العربية المتحدة على صعيد اخر اشارت معلومات صحيفة الاخبار انه بعدما اعلن بطريارك انتاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك يوسف العبسي خلال اجتماع المجلس الاعلى للروم الكاثوليك استقالته من منصبه كرئيس للمجلس علمت الصحيفة انه في صدد التراجع عن استقالته وتحديد موعد للانتخابات بعد انتهاء مدة التعبئة العامة فنظريا تحدثت مصادر مطلعة عن استحالة حله للمجلس لانه مؤسسة قائمة وفق علم وخبر في وزارة الداخلية وبالتالي جل ما يمكن له فعله هو الاستقال من منصبه اما حل المجلس فيحتاج الى موافقة ثلثي اعضائه على ان ذلك سيسجل كنقطة سلبية في عهده في الخبر الاخير ما زال طقص مثلج يضرب لبنان ويستمر اليوم مع انطار وثلوج على الجبال المنخفضة فيما تكون الاجواء باردة جدا والحرارة ما دون المعدلات بفارق كبير نتيجة تأثير رياح شمالية وقطبية المنشأ من جهة اخرى ينحصر المنخفض الجوي المثلج يوم السبت المقبل مع بقاء الحرارة باردة بالرغم من ارتفاعها نوعا ما نهاية الموجز شكرا للمتابعة والان عودة الى الزميلة ميسة حاب لمتابعة سائر فقرات برنامج يوم جديد اشتركوا في القناة